اشتركوا في القناة اصبوع الحسم في باريس ازا مالك وامبي فن وهندسة اهاب عبد الرحيم في ضيافة اخبرنا اما موضوع حلقتنا النهاردة واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين اجابتكم هو ما تقييمك المشوار الفراعنة تحت قيادة مكالي في اولوبياد باريس وتوقعاتك لمباراة المغرب القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 83 وبعد كده يحصل طرد لي عمر فيد ومن هنا نقطة التحول هنا بقى المباراة كلها اتقلبت وفجأة تحس لأ خلاص المباراة ابتدت ايه يعني لأ ما تروحش ناحيتنا وده خل فرنسا يعني تبقى احسن منك شوية في الاشواط الاضافية ولكن فرنسا لو جيت بسيت على مشوارها في الولمبياد فرنسا يا جماعة خلال دور المجموعات قدام امريكا او غينيا او نيوزيلندا وفي مباراة ربع النهائي قدام الارجنتين ما استقبلتش اهداف يعني انا بكلمكم على منتخب مقدرش ابدا حد يفك الغازه ابدا ولا يختارك دفاعه ابدا 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 ولكن منتخبنا او منتخبنا الولمبي ادر انه هو يفك رموزة يعني الهدف اللي سجلوا منتخبنا امبارح في شباك فرنسا هو اول هدف تستقبله فرنسا في البطولة وانا من بعدها قلت بصراحة خلاص مفروض المعنويات ترتفع احنا نسيطر على المطش او نحافظ على الواحد صفر حتى بعد التعايدل قلت نحافظ على الواحد واحد ونخش بقى فرقلات الترجيح ولكن قدر الله ما شاء افعل في النهاية انت برضو قدام فريق كبير وسط جمهوره اللي كان مقفل الملعب جمهور فرنسا طبعا امبارح كان مقفل الملعب في الحقيقة كان نفسنا طبعا ننفس على الزهبية ولكن قدر الله ما شاء افعل انا شفت ان امبارح المنتخب وميكالي وهم اللي عملوا كده يعني انت لما تيجي تبص لطريق لعبهم واللي هم عملون بارح والمشورهم كله من اول دومينيكان وتلاقيهم لا رفعوا سقف طموحك وهم طموحهم زاد وانت كمان طموحك عالي معاهم من منتخب انت كنت طول الوقت بتقول لا انت مش هتقدر يعني منتخب محاصر بالازمات والمشكلات لرجالة قادرة تنافس لرجالة بتقولك لا احنا ولا عندنا مشاكل ولا اي حاجة احنا قادرين ننافس احنا فصلين تماما عن اي مشكلات احنا ما عندناش ازمات احنا تمام جدا وقدرين ايا كان مين المنافس اللي قدامنا احنا قادرين نهز شباكه وتلاقيهم واحدة واحدة ماشيين واحدة واحدة قادرين ينفسه خطة مظبوطة كل حاجة مظبوطة ولكن انا شايفة ان الحلم لسه ما انتهاش يعني لو انت صممت برضو لسه عندنا مباراة على ميداليا برونزية والحقيقة احنا طمعين على يعني في ميداليا على مستوى الالعاب الجماعية طمعين بشكل كبير جدا ان احنا ان شاء الله ان منتخبنا يقدر اكيد وبنسبة كبيرة جدا ان هو يقدر يحقق فوز على منتخب المغرب ان شاء الله بالرغم من صعوبة وقوة المنافس احنا لعب منتخب المغرب يوم الخميس على المركز الثالث ولكن انا المجموعة دي مع المدرب ده لا انا شايفة ان هم عملوا انجاز مرة تانية يا جماعة بنقول للعيبة وللمنتخب الاليمبي وللجهاز الفني بجد انتوا شرفتونا وانتوا عملتوا اللي عليكم اكيد طبعا كنا بنتمنى الاحسن وانا عارفة ان هم نفسهم كانوا بيتمنوا احسن من كده ولكن احنا قدمنا مباراة تقدروا يعني تقولوا ان انتوا عملتوا فيها كل حاجة ولكن قدامنا وردوا مباراة اخرى تقدروا تعوضوا فيها الجماهير في مباراة اخيرة ان شاء الله تقدروا تعوضوا فيها كل الجماهير المصرية وانتوا يعني احنا وصلين فيكم بشكل كبير جدا وعندنا امل فيكم كبير اوي الصراحة والحياء انتوا عملتوا بطولة كبيرة هنفضل فاكرينها بكل تفاصيلها بكل يعني مشاعر التوتر اللي احنا عيشناها معاكم ومع الحاكم مباراة لأ هنفضل فاكرينها ومنتظرين منكم مدال يا رجالة ولكن انا متأكدة ان انتوا ان شاء الله قادرين ان شاء الله كلنا على فكرة بنتابعكم وكلنا فخورين بكم كل مصر مباراة كانت بتابعكم كل مصر فخورة بكم كل مصر فخورة بالاداء اللي انتوا قدتون برح ولا واحد فيكم بصراحة اثر ولا واحد في المية والموصف فيكم كان بيجي على نفسه ويلعب عشان خاطر المنتخب الولمبيو عشان عارف فيه عارف انه لا هو في مهمة يعني رسمية وقدامه ملايين 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 من الجماهير مستنيا مباراة انه هم انتوا تفرحوهم وكان يعني بيقع على عطيكم طبعا يعني مسئولية كبيرة جدا جدا كنتوا قدها حتى ولو التوفيق ما كانش معاكم بس انتوا كنتوا قدها ان شاء الله وامام المغرب تعملوا ملحمة تانية وتقدموا عرض جيد ان شاء الله وتخرجوا معاكم برونزية بإذن الله طيب عايزين نروح لي موضوع تاني يعني حاجة يعني ليها علاقة على فكرة بان انت يعني انت لو جيت فكرت بقى في الماطش برضو بتاع مبارح بتاع المنتخب الأولمبي هتلاقي اللعيبة منهكة يعني اللعيبة مش قادرة تكمل المستوى عبط خلاص اللعيبة جابت جون خلاص ما فيش مبرر الناس شايفة اللعيبة عيبة مش قادرة تجري خلاص ما هو ايا كان اللعيب ده يعني مهاراته عاملة ازاي فيه اهو مش مكنة مش مكنة هتطلع لك وماشي اتناشر شهر في السنة تلحم المواسم خلاص مهما كان اللعيب ده جماعة هو مين مهما كان هو مين مهما كان ايا كان بقى هو قوته البدنية عاملة ازاي ومهاراته ده عاملة ازاي ايا كان ايا كان اه محترف بقى غير محترف لو مرتحش وفضل طول السنة طول السنة انت بتلعبه طول السنة على اصل الراحة يوم واثنين دي ولا الراحة تلت ايام دي ولا اسبوع دي مش راحة دي مش راحة ما تقوليش ان دي على فكرة اه اه طب انت بتاخد راحة اسبوع دي مش راحة دي بتخلي الناس ادقها يتدفن زي مثلا اقرأ اقرب مسالم بارح انك تلاقي اللعيبة الشوت التاني خلاص يا جماعة غصب عنهم غصب عنهم انت ما تقدرش تلومهم على اي حاجة دي لعيبة بتلعب مواسم وراء بعضها ما بتاخدش فترة راحة دي دي نقطة تخص يا جماعة تلاحم المواسم ودي هاخدكم بيها النقطة تانية وعايز اتكلم فيها وهي تخص مواعيد كاس مصر اتحاد الكورة يا جماعة اعلن عن مواعيد مباريات دور الستاشر لكاس مصر في الوقت اللي كان مثلا مستر جوميز كان بيفكر ازاي يجهز اللعيبة للموسم الجديد احنا كنا يعني متفقين خلاص بقى الدوري ده هيخلص سبعتاشر اغسطس فاللعيبة تاخد راحة بقى تاخد راحة مش كتير عشان بقى عندنا سبر افريقي تتفاجئ بمواعيد كاس مصر والتحاد الكورة بيعلن ان الزمالك انا بكلمك سبعتاشر اغسطس الزمالك هيواجه طلق على الجيش بقى يوم واحد وعشرين اغسطس حقيقة ان انت تيجي ده امر محاير جدا طب ازاي الزمالك هياخد راحة سواء اللعيبة او حتى الجهاز الفني انت انت بتحط الاندية في مشكلة كبيرة جدا المشكلة دي انا كذا مرة يعني احنا كنا بنتكلم عليها على مدار الموسم هنا وكل مرة كنا بنقول يمكن يا جماعة حد يسمعنا يمكن حد يحاولي لقيلها حد كلمنا فيها مرة واثنين وثلاثة انا مش فاكرة دي المرة بكاملة انا بتكلم فيها الصراحة اللي بقول فيها ان اللعيبة محتاجة راحة انت مش قدام آلة هم مش آلات هم مش آلات ابدا مش آلة هتفضل هتفضل تنتج لك طول السنة وخد بالك يعني انت لاهم المواسم اللي انت مصر عليه ده انا بتفع تمن ومش انا بس كل الاندية بتدفع تمن للمرة المليون لازم حل وده نقطة لازم اتحاد الكرة بجد يدور ليها على حل لان زي ما احنا شفنا انه ده مش بس بيعود على ان الاندية لعبتها بتبقى مناكة وتبقى مش قادرة تجري حتى في الملعب لك من ده كمان بيعود على المنتخبات فانت يعني بتأثر على مصير الكرة كله عشان بس تلاحم المواسم وان اللعيبة ما بترتاحش وما بتاخدش فترة راحة كافية ابدا ان شاء الله اتمنى يبقى في حل ازاي وامتى وفين ما عرفش طيب من المنتخب الأولمبي ومن معيد كاس مصر تعالوا بقى مع بعض نروح ليه مبارح برضو كان فيه مباراة كبيرة جدا قدمها الزمالك قدام امبي والزمالك مبارح عمل أداء ونتيجة كبيرة جدا فوز بربعية وبيعيد الثقة مرة تانية للزمالك الحاجة بشوف ان الزمالك حقق مجموعة مكاسب كتيرة جدا من الفوز مبارح واهمها بالنسبالي هي استمرار الفريق في الانتصارات الفوز بيجي فوز انت فوزت على الجونة في الجولة اللي فاتت وبتحقق النهاردة الفوز على امبي وهو ده المكسب التاني على التوالي لك فكمان الزمالك قدر يفوز على امبي والجونة دي كلها مكاسب انت بتقدر تحققها مبارح هو واخد بالك على فكرة امبي والجونة فازوا على الزمالك في الدور الاول فانت النهاردة لأ انت عملت عليهم موطشين كبار وقدرت ان انت تحقق المكسب فانا مبارح لأ بقولك ان الزمالك لأ ماشى على الطريق الصحيح ومبارح كمان عودة لناصر منسي عودة لناصر منسي للتسجيل الهدفين اللي هو سجلهم هم اول اهدافه مع الزمالك في الدوري وده حاجة مهمة جدا بالنسبة لناصر منسي لانه واحد برضو من اللعيبة اللي تعرض ليه انتقادات كتيرة جدا للفترة الاخيرة شئ مهم ان المهاجم بتاعك يرجع له السقة تاني تبدأ تعتمد عليه الفترة اللي جاية وانا زي ما قلت لكم ان الفترة اللي جاية مهمة اوي بالنسبة للعيبة والجمز يعني جمز هيجرب اكبر عدد ممكن او هيشرك كل اللعيبة لان هي بالنسبة له الفترة اللي جاية دي هي فترة القرارات اللي حاسمة بالنسبة للعيبة فعشان كده زي ما جمز هيقرر لازم اللعيبة كمان هي اللي تشتغل كمان على نفسها في ان هي تحجز اماكنها مع جومز واحدة كمان يعني خليني يفضل عدلكم أو نعد مع بعض مكاسب المبارم برح استمرارت أقولك أوباما أوباما بيقرب من لقب هدف الزمالك في الدوري وقدر يسجل لحد دلوقتي 8 أهداف وهدف الزمالك في الدوري هو زيزو زيزو مسجل 9 أهداف وطبعا بيشارك دلوقتي مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد باريس 20-24 وطبعا عامل بطولة ولا أروع وقدقوا وجوده في الملعب مكسب وزيزو من اللعبة اللي كنت أكلمكم عليها لعيب راجل لعيب صعب تلاقي بجد كواليتي زي زيزو مؤثر بشكل كبير جدا 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 في الملعب ده غير أن زيزو من اللعبة اللي كنت أكلمكم عليها في أول الكلام النهاردة يعني هو مصاب أو يعني شبه مصاب وكمان بيتحامل على نفسه لأنه حاسس فعلا بالمسؤولية اللي بتقع عليه مع المنتخب الأولمبي وضرورة مشاركته كمان مع اللعبة أمبارا كمان من المكاسب الكتير في لقاء أمبي هي فكرة التغلب على الغيابات الكتير أنا شفت أنه جامز أو بشوف عموما أنه جامز من المدرين الفنيين الأسكية جدا بتاعف طبعا تتعامل مع فكرة الغيابات وبيقدر يكسب المجموعة المتاحة معاه وده شيء يحسب له بصراحة يحسب للجهاز الفني وجامز في الحتة دي يعني نقدر نديله عشرة عشرة لأنه فعلا بيحاول يحقق أقصى استفادة ممكنة مش بس من اللعبة المتاحة اللي معاه كمان من مباريات الدولة المتبقية حتى لو الناس بتنتقدوا في ده يعني الزمالك بقيله بالظبط ثلاث مباريات على نهاية الدورة هنلاعب زد وبعد كده طلاق على الجيش وأخيرا بلدية المحلة فلا بشوف أن جامز قادر الفترة اللي جاية أنه هو يستمر بشكل كبير جدا في الطريق اللي بدأوا مع الجونة بعد كده أمبي وإن شاء الله تستمر بقى سلسلة الانتصارات دي وحق أكبر استفادة ممكنة في عدد المتشاط اللي متبقية فيه أو من عمر الدوري إن شاء الله تعالوا مع بعض بقى بمناسبة كلامنا عن لقاء أمبي والفوز الكبير اللي حققوا الزمالك مبارح تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وبعدها هنرجع ونبدأ أخبارنا ورجعنا لكم مرة طرية خلنا بعض ناخد أول خبر معنا طبعا أكد عبدالواحد السيد كابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة بناجي الزمالك أننا دي لم يوافق خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية الذي عقد اليوم على المشاركة في بطولة كاس مصر في الموعيد المحددة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وأضاف مدير الكرة أن نادي طلب تأجيل مباريات كاس مصر كما طلب أكتر من نادي تأجيل مباريات البطولة كي يحصل اللاعبون على فترة راحة قبل انطلاق الموسم الجديد وشدد على أن الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كاس مصر لكنه رفض الموعيد المحددة من أتحاد الكرة لاستقناف المصابقة وأوضح عبد الواحد السيد أنه سيتم التنصيق مع إدارة النادي لمعرفة الموقف النهائي بشأن قرار المشاركة في الكأس لاتخاذ القرار النهائي وكان اتحاد الكرة كان حدد طبعا يوم الأربع الموافق 21 أغسطس الجاري موعدا لي مباراة الزمالك وطلقع الجيش في دور 16 لكاس مصر طبعا دي واحدة كنا بنتكلم عليها النهاردة في المقدم حاجات اللي تكلمنا عليها هو طبعا كابتن عبد الواحد السيد من حق النواية يعني بصراحة يعترض على فكرة ضغط المباريات وهو يعني الأندية جماعة بتتضرر جدا من فكرة الموعد وضغط المباريات أنا مثلا لو جيت على سبيل المثال خط يعني مثال مثلا لعب زي زيزو لعب زي زيزو ده لما يجي يرجع من المنتخب الأولمبي وبعد كده أرجع شاركه في الدولي بعد كده أرجع شاركه في الكاز بعد كده أرجع شاركه في خليه شارك في السوبر الإفريقي وغير حسام عبد المجيد ووشحاتة وزياد كمال طيب أنا اللعيبة ده أنا مفروض أنا كزمالك أنا خلينا أتكلم عن نفسي كزمالك وباقي الأندية أكيد يعني بتعاني زي يعني أنا مثلا واحد زي زيزو أهلا ولا لعيبة اللي عندي ده لا أنا اللعيبة ده ما بستغناش عنها أنا بكلمك في لعيبة أساسية يعني أنا مثلا حسام عبد الميجيد ده 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 مدافع أساسي عندي نفس الكلام زيزون نفس الكلام شحية دي لعيبة أساسية عندي مش لعيبة مثلا هم بداية لعندي ولا أنا مريحهم ومع ذلك لما احتاجهم المنتخب الأولمبي أنا مثلا معتردتش لا أنا طبعا قلت يعني أكيد طبعا المنتخب الأولمبي هم في مهمة رسمية وأكيد إحنا طبعا تحت أمر المنتخب الأولمبي ولازم يروحوا ومبسوطين جدا بمشاركتهم ومبسوطين جدا بالأداء اللي هم عملوه والتاريخ اللي هم بيكتبوه طبعا في الوقت الحالي مع المنتخب الأولمبي ومتشرفين بيهم ومفخرين بيهم جدا أنا بكلم على فكرة ضغط المباريات اللي بيحصل الفتر اللي جاي اللي عيبة دي لما أنا أرجع أخذها تاني يرجعوا تاني للزمالك من المنتخب الأولمبي هكذا أرجع شاركهم في الدوري بعد كده أرجعوا لهم تبتعالوا شاركوا في كاس مصر خلصنا كاس مصر تبتعالوا بقى مع بعضي يلا عشان نروح لكاس السبر الأفريقي طب ألا عندي سؤال تاني طب كاس مصر أصلا هيخلص إمتى؟ أنا كل ده أنا كزمالك أنا مفروض أحطه في الاعتبار ومفروض جمز يحطه في الاعتبار ده غير طبعا الأجندة الدولية ولسه في صبر مصري أجندة دولية وحاجات كتير جماعة ولسه دوري ودوري وموسم جديد أنا بتكلم على شيلة تقيلة قوي على أي نادي إن هو يقعد يفكر فيها يريح لعبته إزاي أنا لو عندي لعيب منهك لهذه الدرجة تعبال لهذه الدرجة لازم يريح طبما هو كمان لازم يفصل هو كلاعب نفسه لها عليه حق على فكرة علته نفسها لها عليه حق إن هي يقضي وقته أصلا عموما يفصل فيه وقت ياخد أجازة فيه كل ده على فكرة هو بني آدم يعني لازم نحط في الاعتبار إنه بني آدم إما هو أنا مش عشان أنجح حاجة أنا بقى من ناحية تانية أبوز بقى كل حاجة بقى من ناحية تانية خلاص بقى مش مهم بقى اللعب ده يعني مش مهم بالنسبة لي اللعيبة دي اللي بيحصل له مش لازم أفكر إيه يعني بقى اللعيبة دي دلوقتي مع المنتخب الأوليمبي ترجع بقى ما ترجعش بقى تعبانة بقى مش تعبانة ما دي مش مشاكل الصراحة بقى ما أنا مش مفوضة أفكر فيها مش بتاعتي الصراحة يعني أنا خليني دلوقتي أشوف الكاس ونزل الجدول وأشوف الدوري ونزل الجدول وأشوف مش عارف إيه ونزل الجدول وبعد كده يحلها حلال هي أعتقد مفروض تكون ما بتمشيش كده وأعتقد مش إحنا بس المتضررين وأعتقد مش إحنا بس وإحنا ولا قلنا يعني من كلام كابتن عبدالواحد برضو بصراحة إنه قال إنه يا جماعة إحنا وشدد على أن الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كاس مصر لكنه رفض الموعيد يعني أنا بتكلم على نادي ملتزم جدا ونادي عايز يحقق بطولة ونادي بيحترم جدا بطولة كاس مصر على فكرة ومقدر طبعا متها بشكل كبير جدا ومقدر بشكل كبير جدا قيمة المنافسة في كاس مصر وهي واحدة من البطولات طبعا المفضلة عند نادي الزمالك ولكن فكرة الموعيد وإن أنا بس محتاجة إن لعبتي تريح رجاء إنه يعني نضع في الاعتبار اللعيبة دي وإن أنا محتاج إن لعبتي دي تريح وإن أنا محتاج إن لعبتي دي يعني أنا الفترة الأخيرة ماشي دفعت بشوية معي لعبة ناشئين دفعت بيهم كنت بريح بعض من اللعيبة بس أنا برضو على الجانب التاني أنا عندي لعيبة كتير إصابات وعندي إصابات مطولة وعندي لعيبة وأبدأ أصلا من دلوقتي أنا ببدأ من دلوقتي على فكرة مطشي مبارح في أمبي لو حد خد باله من طريقة لعب جامز جامز في المباراة الكبيرة بس أو المدربين في المباراة الكبيرة بس بتتشتغل بالطريقة دي إن هي بتترك الاستحواز وتلعب تحت الكرة لما في المباراة الكبيرة وتسيب الاستحواز للفريل اللي قدامها وتلعب هي تحت الكرة عشان تاخد المطشي إيه ناحيتها وتكسب هي ده اللي عمله جامز مبارح في المباراة تحس إنه هو بيقول لك أنا باستعد أنا باستعد واحدة واحدة للسبر الإفريقي فدي حاجة من الحاجات اللي أنا شايفة إن جامز بدأ يستعدلها دلوقتي السبر الإفريقي فأنت دلوقتي راح تدخلتني بقى أنا دلوقتي عندي مطشوط كاس مصري لازم بقى أنا كمان دلوقتي أبدأ أستعدلها ولازم أشوف لعبتي وأشوف اللعيبة اللي مع المنتخب الأولمبي فأتمنى إن شاء الله نبتدي إن احنا نشوف حل في الموضوع ده تعالوا نروح للخبر اللي بعد كده من عند الفريق الأول اللي استقنف في تدريباته النهاردة بعد مباراة أمبي اللي خضها الفريق مبارح وانتهت بفوز الزمالك بربعية والجهاز الفني بقيادة جامز قرر مواصلة التدريبات النهاردة بدون راحة نظرا لدي الوقت خصوصا إن الزمالك هيواجه زد يوم الخميس في الدوري طبعا كلنا عارفين حجم الضغط البدني اللي بيعاني منه الفريق في ظل المباريات في ظل طبعا ضغط المباريات وإزا مالك بقي له 3 مباريات بس على نهاية الدوري النهاردة مستر جامز كان حريص بردن ويجتمع مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ويوجه لهم التهنئة بالفوز على أمبي وتكلم معاهم عن أهمية استثمار الفوز على أمبي خصوصا إن الفريق بدأ يستعيد الثقة رغم الغيابات اللي بيعاني منها كمان جامز قال للعيبة مهم جدا إن الزمالك ينهي مباريات أغسطس بانتصارات متتالية قبل ما يبدأ الاستعداد للموسم الجديد لسه مع أخبار الزمالك وكالعادة بعد كل مباراة وبسبب جدول المباريات المضغوط مستر جامز طبعا بيحاول قدر بإمكان أنه يخفف الحمل البدني على اللعيبة لإن الزمالك مرتبط بمباراة يوم الخميس عشان كده قرر مستر جامز أداء اللعبين لتدريبات استشفائية تجنبها للإرهاق خصوصا إنه خلاص في نهاية الموسم وبيئة أقل من أسبوعين على نهاية الدولة لسه مع أخبار الفريق والحقيقة إن مستر جامز بشوفه إنه واحد من المديرين الفنيين اللي بيعرف يتعشق ناجز مالك لعيب راجل جوه للملعب لعيب دايما عنده حلول الفردية أنا بشوف إن أوباما لعيب يعني كواليتي صعب فعلا تلاقيه كتير جدا في الدول المصري أنا بشوف كمان إنه رغم إنه بيشارك كبديل يعني دايما اللعب اللي بيشارك بديل ده ما بتنتظرش دايما منه أعظم حاجة في العالم ولكن أوباما مش كده يعني أوباما بديل مش بديل أساسي مش أساسي هو نازل عايز يعمل حاجة وده بصراحة إحنا بتشوفه خلال المباريات الأخيرة بحس من أوباما إنه هو بيديني شعور إنه الزمالك لا يعني رغم إن الزمالك مبقاش ينافس لكن بيديني إحساس إنه لا الزمالك لسه بينافس وإن الفوز مهم جدا وإنه على قد ما إحنا بنحاول نحاقل استفادة من المباريات وإنه بيحاول ننفس تعليمات المدير الفني على أكمل وجه لكن هو كمان لأ لازم نكسب كمان في المباريات اللي جاية وبيبقى مقدر جدا فكرة يعني إيه جماهير جاية وراء الفريق ولازم نكسب من أجل الجماهير ولازم الزمالك يكسب في المطشط دي فحياة أوباما واحد من اللعيبة بصراحة إضافة كبيرة جدا جدا داخل الفريق إحنا كنا نكون خلصنا أخبار نادينا الزمالك تعالوا مع بعضنا راح لمجموعة من الأخبار المتوصلة للإسباني ناتشو فرنانديز إلى المملكة العربية السعادة للانتظام في تدريبات فريق القدسية وكان مدافع ريال مدريد الإسباني وقع على عقد لمدة عامين في نادي القدسية خلال تواجده بألمانيا في الشهر الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الأوروبية والتي توجه بها المنتخب الإسباني وافق منشستر سيتي على انتقال مهاجمه الأرجنتيني الفريز إلى صفوف أتليتك مدريد خلال المريكاتو الصيفي الجاري منشستر سيتي وافق على بيع نجمه مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز إضافية كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن البروزيلي فيتور ركي مهاجم برشلونة موافقة مبدئيا على الرحيل إلى الدوري الصعودي للمحترفين والانضمام لفريق الهلال في سواء الانتقالات الصيفية الحالية الصحيفة قالت أن ركي رفض في البداية الرحيل عن برشلونة إلى أنه وافق بعد كده على الانتقال ولكن بشرط أن يتم رفع إيمتر لراتب السنة والحصول على ضعف ماتقادة في برشلونة حاليا بعد ما خلصنا أخبارنا المتنوعة تعالوا مع مقد الروح لأخبار أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين أخبارنا من أولمبياد باريس من عند البروزيلي مكة لمدارب منتخبنا الأولمبي اللي عبر عن حزنه لضياع حلم التآهل لنهائي ضولة الألعاب الأولمبية بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي في الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمسله ميكالي صرح لي الموقع الرسمي للإتحاد الدولي وقال أن منتخب مصر كان فائزا حتى الدقيقة الأخيرة موضحا أن طرد عمر فايد أربكاء حسابات الفرية كل شيء تغير بعد الترد فرنسا منافس قوي لكننا كنا قادرين على تحقيق الفوز كمان ميكالي قال أن هي دي كرة القدم أهنق فرنسا على التأهل وعلى المباراة القوية التي قدمتها وعلينا أن نرفع رؤوسنا لنركز على لقاء المغرب لتحديد صاحب المركز التالت تأهل محمد جبر إلى نصف نهائي منافسات المصرعة الرومانية لوزن 97 كيلو جرام بعد أن التفوق على منافسه البلاروسي بنتيجة 4-1 في ربع النهائي بيلعب جبر ضد الإيراني محمد هادي في نصف النهائي بساء اليوم وسيلعب جبر على الميدالية الزهبية حال فوزه على المنافس الإيراني على جانب آخر تأهل المصري عبداللطيف منيع لخوض مواجهة الميدالية البونزية لمنافسات وزن 130 كيلو جرامد الأمين العام لللجنة الأولمبية المصرية شريف العريان أكد أن مصر عندها فرصة كبيرة في تحقيق ميداليات خلال الأسبوع الختامي لدورة الألعاب الأولمبية تاريس وأوضح أنه حسب المتوقع فمصر لديها فرص قوية في حصد ميداليات في منافسات رفع الأسقال والمصرعة والتيكوندو والخماسي الحديث بالإضافة إلى كرة اليد وكرة القدم كمان قال إن نتائج البعثة المصرية حتى الآن متوقعة وقال إن إحنا قدرنا إن إحنا نحصل على ميداليات في منافسات السلاح حيث توجه محمد السيد ببرونزية والسلاح سيف المبارزة أعقد الإتحاد الدولي للتيكوندو مؤتمر صحفيا قبل انطلاق منافسات في الأسر الكبير بحضور رئيس الإتحاد الدولي والمنذوب الفني لتايكوندو في بريس المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات واللجنة الفنية بالإتحاد الدولي وأشهد للرياضيون والمسؤولون بالمكان الاسسنائي الذي سيصدف المنافسات وأكدوا إن هذه النسخة من الأولمبيات ستكون مميزة وتنطلق منافسات تايكوندو يوم 7 أغسطس هتستمر حتى عشرة من نفس الشهر على صالة الأسر الكبير في بريس ويمثل نصر في الأولمبيات 3 لعبين هم سيف عيسى في وزن 80 كيلو جرام وأحمد وائل في وزن 68 كيلو جرام وآية شحاته في وزن 67 كيلو جرام حقق منتخب مصر للسباحة التوقعية المركز التاسع في أول مسابقة جماعية بنقاط هي الأعلى في تاريخ السباحة المصرية ورغم المنافسة القوية مع أحسن عشر دول على مستوى العالم تفوقت السباحة التوقعية المصرية على أستراليا بينما تفوق منتخب المكسيك صاحب التاريخ العريق على منتخب مصر بفارق نقطة وتفوق منتخب أمريكا على منتخب مصر بخمسة نقاط احنا كده نكون خلصنا أخبار ندينا وكمان خلصنا أخبارنا المتنوعة وكمان أخبار أولمبياد بريس 20-20 هنطلع فاصل خصير وبعدها نرجع ونستقبل ضفنا كابتن إيهاب عبد الرحيم نجمولها عبنية الزماني السابق خطوة واحدة كانت تفصل منتخب الفراعنة عن ضمان الميداليا في أولمبياد بريس الهزيم على يد فرنسا في نصف النهائي لم تكن متوقعة بعد أن رفع هذا الجيل سقف طموحات الجماهير المصرية قدم المنتخب المصري في مجمل مشاركاته في الأولمبياد أداءا جيدا وجاءت مشاركته مميزة وذلك قبل خوض مباراة المركز الثالث مع المنتخب المغربي في مباراة سيتوج الفائز بها بالميداليا البرونزية في ضربات البداية من دور المجموعات عدل الفراعنة سلبيا مع جمهوريات الدومينيكان ثم فاز المنتخب الأولمبي على أسباكستان بهدف نظيف فوز جعل الفراعنة في المركز الثاني خلف المنتخب الأسباني في جولة الثالثة فازت نصر على إسبانيا بهدفين من توقيع إبراهيم عادل في مباراة شهدت تألق النجم أحمد مصطفى زيزو وتربعت مصر على صدارة المجموعة المنتخب المصري واجه بارجوي في إطار مباريات ربع نهاء الأولمبياد خطوة جديدة في طريق الفراعنة نحو تحقيق إنجاز تاريخي نجح الفراعنة في تحقيق الفوز بعد الاحتكام لركلات الترجيح وفي نصف النهائي كان المنتخب قريبا من تحقيق الإنجاز لكنه واجه المنتخب الفرنسي أصحاب الأرض البداية كانت عن طريق محمود صابر الذي سجل هدف الفراعنة الأول قبل أن يتعادل ماتيتا لصالح المنتخب الفرنسي الترض الذي تعرض له عمر فايد هو نقطة التحول في المباراة وبعد نهاية المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي تفوق المنتخب الفرنسي في الأشواط الإضافية وسجل هدفين لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بثلاثية ليلعب الفراعنة مع المغرب على الميدالي البرونزية في قمة عربية ورجعنا لكم مرتا من استقبل ضفنا كابتن إهاب عبد الرحيم نجمة ولا عبنة يدي الزمالك السلام عليكم وردني يا كابتن ربنا أحفاظك أخبارك إيه أنا تمام الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله بخير الله يحفاظك طبعا نبارح يعني زي ما تقيل كده في التقرير كان أولا نبارح أو مشوار المنتخب الأولمبي كان مدينا أمل كبير جدا وهم نفسهم اللعيبة مع ميكالي أدونا أمل كبير جدا أنه أي حد إحنا هنقابله أي أن كان ميل المنتخب اللي إحنا هنقابله بجماهيره أي أن كانت الجماهير مقفلة الملعب مش مقفلة الملعب إحنا معنا لعيبة كبيرة الزهبية على بعض الخطوات ولكن غاب التوفيق عننا مبارح شفت المباراة زي مبارح بسم الله الرحمن الرحيم أنا مبسوط أني موجود مع حضرتك ودائما بسعد دا ما بيجي مع حضرتك في البرنامج الحقيقة ربنا أحفظك الحقيقة منتخبنا كنوعية لعيبة أو كأفراد الجانب الفني عندهم عالي جدا والوعي الخططي مع المدير الفني اللي على قدر كبير جدا من الخبرات قدر يعمل توليفة كويسة من منتخبنا مع اللعيبة اللي هي اللي هو كان زيزو بتتمثل في زيزو والنيني الحقيقة قدوا ثابات للمنتخب قد خبرات وخاصة أنني كمان كان محور دعب في أوقات كتير جدا سواء الكرة معنا أو الكرة مع الفريق المنافس كل الحاجات دي اتجمعت أن المنتخب بتاعنا ظهر بالشكل ده بالشكل الإيجابي ده الحقيقة وبعدين من دمن الأسباب الرقاصية أنه كان مستوى صاعد تدريجي بس هو الدروب اللي حصل أن تقارب المطشوات وإحنا اللعيبة بتاعتنا ما عندهاش خبرات إزاي تعمل استشفى بشكل كويس مع كمان اللعيبة ما تعودتش على أنها تتحط تحت الضغط ده وتحت الاسترس ده في أوقات وسيارة أعتقد ده كان محور مهم جدا أن إجاب جانب سلبي في ببارات فرنسا بتاعتين بارح لغير كده لا المنتخب ده بأمر لها حاجة مباشرة جدا أتمنى أن يبقى فيه مستمرار في هذا الكلام ويتعمل آلية وتعمل الخطة بشكل كويس حفاظا على هذه اللعيبة لأنها تبقى نواة من منتخب الكبير الحقيقة والمنتخب الأول إن شاء الله يعملوا تصنيف كويس جدا لمصر في الفترات اللي جاية في المنافسات اللي جاية بأمر لها بالنسبة للمنتخب ناس كتير متأملة خير أوي في المنتخب الأولمبي مع ميكالي طبعا بوس حريك والحقيقة هم كانوا مقنعين جدا بالأداء كمان لكن النتيجة طبعا ما كانش على ميرام من بارح خاصة الطرد اللي حصل مع زي ما بقول لحريتك الجانب البادني عندنا لما حصل فيه انخفاض عملنا مشكلة جامدة جدا مع كمان نقص اللعيبة في الشوت الثالث الجزئتين اللي قلت الحريك عليهم دول كان لهم دور فعال في تفاوق فرنسا لكن لما كنا من بداية المبارات خاصة من الشوت الأولاني كنا ندي قوي جدا وكنا على فترة كتير أفضل كمان احنا أصلا يعني الشوت الأول كله ده حقيقة احنا في احنا عن فرنسا احنا بنبني هجمات بس فرنسا احنا بقول لحريك احنا كجامعية لعب وكأداء وكجرأة في الأداء وكثقة وكدين الإحساس ودايما كنا في نص ملعبهم مصر كان شكلها كويس او الحقيقة هي بس كان ينقصنا ان يبقى فيه هدف او هدف تاني كان يعز الهدف اللي احنا جبناه لكن طبعا بتلعبوا برضو منتخب كبير خد يبقى لحريك ما نغفلش برضو الفريق المنافس لا منتخب كبير جدا ما عندهم لعيبها قبرات بشكل كويس ادلوا يوزعوا مجهودهم على مدار المباراة معهم مدارب كبير ترشاه صحيح هو المدارب طبعا هم كمان اللعيبة جوه الملعب عندها ثقافة وعندها وعي في الملعب بشكل كويس قوي وقدروا يوزعوا مجهودهم على مدار المباراة اعتقد الحتة دي برضو كانت نقطة جوهرية ان هم مباراة فنشوا المباراة باللي هم عاوزين يمكن احنا بس الفرق معنا ان احنا لو كنا عززنا الهدف كمان كانت الامور اختلفت خالص احنا كنا ممكن محمود صابر في اخر الشوت الثاني كان هيجيب جول كرة اللي اه طبعا هو رب صحة تعالى احنا مش عاوزين احنا سقفة محنة عالي قوي لكن هو طبعا فيه لا المنتخب ده برضو عندهم خبرات وعندهم لعيبة بشكل كويس وعملين اعداد بشكل كويس واعتقد العوامل دي برضو كان هم كمان ريحوا قبل يعني كان لطلهم فرصة وابدوا ان هم ريحوا لعبتهم الاساسيين على عكسنا احنا هم هم اللعيبة من دور المجموعات لحد المطش مبارح هم هم نفس اللعيبة بدون راح انت حضرت كمان لفضت نظر ان هم كمان لعبوا قبلنا بيوم وبعد ان هم ملعبوش اكسراتاين كل الحاجات دي برضو مع تقارب المطشات مع الاكسرا تايم ومع اللعيبة برضو ما عندهاش الخبرات في ان هي تلعب في وقت قليل كده مطشات كتير كل العامل دي صبت ان فرنسا لكن كأداء وكأداء جماعي وآداء فردي بالنسبة لعيبة لو الامور كانت عندنا اريحية اكتر من كده كانت امور اختلفت خالص لكن هو ربنا سبحانه تعالى طبعا في خبرات وفي عدة عامل طبعا هي برضو مش موضوع قاصر على المبارا بس لا فيه كمان تجهزات ما قبل المبارا دي برضو كان لها دور مهم جدا بالنسبة للمباراة فرنسا الحقيقة بس انا شايف ان ميكالي كان محضر للأولمبياد بشكل كويس جدا يعني هو كان موجود من قبلها بفترة جدا وبيعد التيم ده من قبلها بفترة كبيرة جدا فشايف ان هو كان جاهز بشكل كبير وتعلم من درس الدومينيكان اللي هو كان اول مباراة وكان الاداء مش احسن حاجة اتعلم من الدرس ده جدا وبعدها بقى زبكستان واسبانيا بقى المنتخب يمشي بشكل كويس جدا تمام بس انا بتكلم على الجانب ان خبرات فرق بين المنتخبين والخبرات بين المنتخبين وخبرات اللعيبة جوه الملعب خد يبال حركة الخبرات اللعيبة جوه الملعب دي مع الاحتكاك كمان وفي الدوري اللعيبة بتلعب في الدوري الاسباني وتلعب في الدوري الانجليزي فكل الحاجات دي برضو بتختلف جميل جدا الاحتكاك ده هو اللي خلى اللعبة قدرت توزع مجهودة على مدار المباراة مباراة مع أمه برضو يابقى بينا بيوم كل العامل دي صبت لصالح فرنسا لكن احنا كأداء جوه المباراة بس عفوا يعني زجاز التعبير ما عندناش بنزيم نقدر نكمل بي نهاية المباراة احنا حبثنا بعد يعني بعد هدف التعادل ابتدينا ندافع طول الشوت التاني حفاظا على الهدف املا ان احنا نروح للإكسترا برضو حتة التوقيت ان انا كنت لازم اعمل تغييرتين تلاتة اكيد برضو كنت هتختلف جميل جدا كنت لازم اجري دم جديد جوه الملعب كنا افلنا الاطراف بشكل كويس وافلنا العمق كنت الدنيا برضو ممكن كانت تختلف كمان بالنسبة للمباراة دي حقيقة وطرد طرد اللعب فرق معنا جدا جدا زاد الإحباط ده قلب الدفاع كمان وكلاهي مؤثر جدا طبعا فعادة العامل اللي ذكرناها الحريك مع حتة برضو الطرد دي كل الحاجات دي برضو صبت في مصلحة لذلك المنتخب اللي نفسه طويل هو اللي بيقدر يكمل لغاية اخر مباراة الحكم عايزة روح للحكم جدا كنت شايف ادارته الزيل اللي الموتشين برحلين الناس شايفة انه حكم كويس جدا وناس شايفة انه لا لا بالعكس ده هو كان حكم راقي جدا وحكم على مستوى عالي الحقيقة وحتى ضربة الجزاء اللي هو بعطول الفار عشان خاطر كان لسه المباراة ففي نهاية المباراة كان ممكن كان صحيح بس هي كان من قبلها كان مصفر يا كابتن برضو من قبلها يعني هو كان من قبل الشد دي هو اصلا كان مصفر من قبلها بس حريك هو الوضع الطبيعي ان العيب هو في الهوى وضع الطبيعي لم اي حد بيزوقه ما بيبقاش فيه بيبقى فيه خلل في التوازن فوضع طبيعي انه لازم ايدي تطلع منه فهي كانت ايه لقبل ايه القبل ان هو العيب تزق فهي فعلا فاول على العيب بتاع فرنسا لذلك كان ممكن هو مع الفار مع التشويش مع البتاعة كان ممكن يستجيب للفار بس احنا بعدها كلينا فاولات كتير ما مدناش حاجة بس في حاجات كده وجوه الملعب ما بتتحسبش يعني فيه فاولات كده طالما حاجات مش مؤسرة وحاجات جوه اللعب لا في حاجات كده الحكام بتعديها لكن في الحاجات المؤسرة لا هو كان حاكم عادل جدا الحقيقة من وجهة نظري وكان على مستوى عالي جدا والحاكم ده يبقى لي شأن في الفتر اللي جايه بأمر الله حقيقة وتجربة مكالي عموما مع المنتخب الأولاني مدرب كبير مدرب عنده خبرات مدرب بيقدر يركب لعيبة يعني في لعيبة اللي عباه بيركب على لعيبة جوه الملعب في حتة اللي يحصل الانسجام ده ويقدر يعمل في الفترة الوجيزة اللي هو مسكة ويقدر يعمل الانسجام ويشوف اللعيبة اللي العباه يركب على لعيبة جوه الملعب عشان يحصل الانسجام ويقدر يعمل توليفة كويسة سواء الكرة معانا أو الكرة مش معانا وازاي يقفل الملعب والكرة مش معانا مجرد لما نستلم كورتنا وليه بدأ عجمتنا من تحت ازاي وانا انا قدرت استفاد بالنيني في نص الملعب وقدرت استفاد بزيزو بشكل كويس فالواضح ان هو مدرب على خبرات واتمنى الفترة اللي جاي يبقى ليه دور فعال بالنسبة للمنتخبات بالنسبة للمنتخبات مصر وعمر الله من من اللعيبة مع ميكالي لفت نظرك بص حرك بداية كده كريم دي بيست لعيب كويس قوي اللي هو بيلعب باك شمال شحطة طبعا زهر بشكل كويس قوي وعنده ميزة نبيلعب في اكتر من مكان دي برضو نقطة شحطة شحطة سوريا شحطة معلنش الاسابي كلها شحطة لعيب كويس قوي ولعيب كبير وسنه صغير وفي الفترة اللي جاية هيبقى ليش اقني كويس قوي بالنسبة لنادي الزمالك ومنتخب مصر شحطة كتب خلاص شهادة ميلاده مع جمهين لدي الزمالك بس لسه سنه صغير مش عاوزين برضو برضو للأسف في لعيبة لما بتاخد اكبر من حجمها في وقت قليل بيجيب معها اثر سلبي هو لسه سنه صغير لسه ما عملش حاجة هو دايما ما يبقاش عنده سقف في طموحه دي نصيحتي ليه لان اللعيب ما بيبقى في سنه صغير والامور بالنسبة له ما بتروحش في نصابها بتجيب اثر سلبي بالنسبة للعيب عايز تقوله ما تتغرش يعني بصي حراكي يعني احنا عندنا مثل في الكرة اللعيب اللي بينزل تحت الكرة بتديره اللعيب اللي بيقف على الكرة بتوقعه فده طبعا ده نصيحتي لي ان هو اللعيب عنده امكانيات الحقيقة ولعيب عنده اتزان بشكل كويس وبيقدر يخرج من المورة وعنده اداء بيقدر ينصاهر جوه الاداء الجماعي اللعيب بالامكانيات دي مع ان هو بيقدر يلعب لعب جماعي مع امكانياته الفردية لعيب زي ده بيبقى عملة ندرة جوه الملعب فالحاجة اللي زي دي لازم احافظ عليه بره الملعب يعني اقوله زي ليك بيقوله حليك الحفاظ على اللعيب بره الملعب مهم جدا ان هو يبقى عامل يبقى حاجة من نسيك حياته الكرة دي والرياضة دي تبقى نسيك حياته مش القصة قاصرة بس ان انا في وقت التدريب او الوقت المبارات لا لازم تبقى نسيك حياته ما هو لازم بقى يستفيده من اتنين لعيبات بور كانوا معاهم في المنتخب الأولمبي زي زيزو و النيني طبعا طبعا مع كمان بصراحة وسامة فصل كمان يمكن المبارة بتاعت انبارح برضو حتة الاجهات كان ظاهر عليه بشكل وايس لا وسامة فصل لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب عنده امكانيات الحقيقة ولعيب مصمر جدا واللعيب اللي بيبقى فرود وعنده امكانيات ولعيب بيقدر يتحرك بشكل كويس ده لعيب بيبقى من العملات الناد ده جوه الملعب فلعيب زي ده لو تحط في مناخ كويس وتحافظ عليه وهيبقى مشروع لعب كبير اوي في فترة خاصة انه كمان سنه صغير ولعيب عنده امكانيات ولعب تحت ضغط وقدري يظهر بالشكل ده فلا لعيب زي ده برضو سامة ده من لعيبها يبقى جاي بشكل كويس اوي بأمر الله من تاني لو من شايف بقى محمود صابر في نص الملعب لعيب جامد اوي لعيب عنده امكاني بكين بس هو قدرا عشان ما يلعبش في مناخ زي ممكن رحق عارة فترة ونجأ التاني بيرامدس ما يلعبش بحكمة برضو لعيبة اللي موجودة عندهم خبرات ولعيبة جامدة لكن هو ده لعيب برضو بشكل كويس اوي ومحور لعب ويقدر كمان يلعب ستة ويقدر يلعب تمانية في الحتة بتاعت نص الملعب ده ده لعيب كويس اوي 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 ان شاء الله يبقى نوال المنتخب الكبير بأمر الله منتخب الاول ان شاء الله يا رب ان شاء الله مين من اللعيبة تتوقع له يبقى موجود مع المنتخب الاول محمود صابر اسامة فيصل هيبقى بأمر الله كريم دي بيس اوكا بأمر الله اللعيبة دي اعتقد هيبقى الفترة اللي جاية في وقت قليل جدا هنبقى مع المنتخب الكبير بأمر الله عايز اروح للنيني النيني من اللعيبة وضيحة غريبة بينال انتقادات بس طبعا في الفترات قبل كده ولكن النيني عامل بطولة مع المنتخب الاولمبي يمكن واحدة من احسن المرات اللي كنا بنشوف فعلا فيها النيني بيلعب صراحة مقدم اداء عظيم جدا 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 مع المنتخب الاولمي بس حرك انني لعيب عنده توازن واتزان في الملعب جوه اللعيب عنده امكانيات الحياة وهو انني ساعات في لعيب كده ما عندهش الشكل الجمالي لكن بيلعب السهل المريح لجميع اللعيبة جوه الملعب في لعيبة كده ما بتتشافش جوه الملعب الجمهور ما بيشوفهاش لكن المدرب ماقدرش يستغنى عنه والنيني من نوعية اللعيبة دي اللي فرق مع النيني بقى في المباراة او مع منتخب الشباب الحقيقة ظهر بشكل كويس قوي تواجده في مكان الكورة كان ليه دور فعال جامد جدا في ان احنا دايما كنا بنهاج بشكل كويس وكان دايما ضاغط الفريق المنافس والنقلات النيني في المطش مع ان هو بصير بشكل كويس اخطاءه كانت قليلة التمركزات بتاعته كان ظهر بها بشكل كويس قوي من كل الحاجات اللي قلتها لحضرتك دي كان دايما نائل منتخب مصر في نص الملعب الفريق المنافس وبعدين دايما السكند بول او الكرة التانية كان بيتعامل معها بشكل كويس قوي دي كل الحاجات الكام نقطة اللي كانين تحريك فيهم دول اعتقد دول كان محور لعب نجح المنتخب وخال المنتخب ظهر بالشكل ده معه كمان زيزو عنده الحتة الهجومية بيقدر عملها بشكل كويس وبنقل الفريق وبنقل الكورتي من الزحمة للجانب الاعمى والجانب الفاضي بالنسبة للفريق المنافس ربط النيني مع عزيزو مع ان انا بقني الكورتي من نص الملعب في نص الملعب الفريق المنافس وبفنش هجمتي على الجوم بشكل كويس اعتقد النيني كان له دور محوري في الجزئية دي معه كمان الطرف كمان من ناحية الشمال ابراهيم عادل عدة اللعيبة دول ومحور اللعب كم نقطة اللي كان متحريك لأ كان لهم دور فعال جامد جدا والاساس اللي ببنى عليه هو النيني الحقيقة هو اللي كل اللعيبة دي لان انا بنت كل ده بناء على الاداء بتاع النيني ان انا بعمل ربط الحتة بتاعت نص الملعب بالتلت الهجوم ففنيني كان ليه دور فعال جامد جدا الحقيقة وهو لعيب الحقيقة محوري لكن للأسف هو لعب ومش جمالي قوي فعشان كده في وقت كده ما بينالش وما فيش حد بيفضل ماشي على وطيرة واحدة لكن العيب الكويس ليه قدر حافظ على فرموته اكتر فاطول فترة ممكن فنيني لعيب كبير الحقيقة دي حقيقة اوه زي ما قلت لك يعني نج ملمع اوي في البطولة دي وظهر بشكل كبير جدا اكتر كمان يعني في البطولة دي بزيط مع المغرب هو ربنا سبحانه وتعالى كان موفقه بشكل جامد جدا وهو العيب كمان الواضح ان هو ملتزم كمان سلوكيا لا فيلاف على ده صحيح فهو ربنا سبحانه وتعالى كان كرمه عليه كبير اوي في البطولة دي الحقيقة وربنا يكريمه ومكال المجهودهم بامر الله في احراز ماداليا ان شاء الله قدام المغرب بعمر الله يا رب يعني لسه طبعا هننتقل المغرب بردن المغرب بردن بردن برح كانت عاملة على فكرة بردن مباراة كبيرة جدا وكان نفس السيناريو تقريبا بتاع منتخب مصري جدا عشان بقول لها حريك خبرات المنتخبات نوعية الدوريات على مدار الموسم اللي العيبة بتلعب فيها دي كل دي خبرات بتيجي تصب خاصة في الأوقات الأخيرة بالنسبة للمباراة انت حريك لو جيتي بصيتي لو ربطت بين منتخب مصر مع فرنسا والمغرب مع اسبانيا هتلاقي في الأوقات في الأمطار الأخيرة بتبتدي يحصل تفوق للفريق المنافس دي نتاج للدوريات أو الاحتكاجات اللي هم الخبرات اللي مرت بها اللعبة وظهرت في الأوقات الأخيرة امكان دي وجه الشبه بين المباراةين في الأوقات الأخيرة بالنسبة أو الأمطار الأخيرة بالنسبة للمباراة اتمنى دي تكون برضو تتحط في الحسبان ويبقى عندنا آلية خاصة في المباراة طبعا كده كده المنتخبين طبعا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله وان شاء الله يبقى الفوز لمصر بأمر الآن يا رب طبعا نتمنى ان شاء الله ده أملنا يعني ان احنا ناخد هم الحقيقة منتخبنا لمين بعض بشكل كويس ويمكن أنا متوف أكتر من مرة ان دايما في البطلات المجمعة بنظهر بشكل كويس لان طول ما أنا محافظ على العبتي خارج المباراة أو خارج الملعب في الأوقات دي طول ما أنا لامي بلعبتي بشكل كويس أعتقد دايما المنتخبات المصرية في البطلات المجمعة بتظهر بشكل كويس لو أسألك كمان على يعني أعيس أسألك على تغيير محمد طريق محمد طريق من اللعيبة برضو اللي نالت انتقادات بعد نزول الملعب وصراحة بدينت من الحاجات اللي أنا يعني ما بحبهاش يا ما حبش اللعب بيبقى مطلوب منه واجبات من قبل المدير الفني فالناس تبدأ تلوم عليه أو تبدأ الناس تنتقده من أجل الانتقاد وما بقاش عارفة واجباته إيه من قبل المدير الفني بقات عليها حضرتك إيه وقتها بصحرك طبعا ده لعيب محمد طريق لعيب كويس ولعيب جاي بشكل كويس للأسف إحنا ما عندناش فن التعامل مع اللعيبة يعني فيه نقد كده بيبقى هدام وفيه نقد بناك للأسف إحنا بنحكم على الوقت اللي لعيب بينزل فيه أو بقاش عارف إيه في الكواليس ممكن متكلف زي ما حضرتك قلت كده متكلف بواجبات معينة نزل في وقت مضغوط هذا في وقت مضغوط جدا كان خلاص الطرد حصل هو كان بتبديلت ما يبدل مع إبراهيم عيدل صحيح ففيه وقت كده اللعيب سبحان الله بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق وفيه العيب فيبقى يوم النهاردة ويوم موافق أو يوم مش موافق وارد كل ده لكن أنا ما بقى أحكم اللعيب ما بحكمش على مباراة بحكم بخلال تاريخه أو خلال مجموعة مباريات بيأديها بشكل عامل إزاي فلا هو أحمد طارق محمد طارق لعيب كويس ولعيب عنده أداء ولعيب عنده ثبات واللي بيطلب منه بيعمله حقيقة وظهر في مباراة قبل كده بشكل كويس الحقيقة فوارد جدا مع برامة ضغوطة مع لعيبة كمان واخدى الإحساس مباراة من بدري بأقصد الفريق المنافس هو نزل في وقت مضغوط برضه فالدنيا ما كانش مظبوطة معه فوارد جدا في الكرة الحقيقة وآخر وقت ده كمان كان خلاص يعني اللعيبة مجهدة صحيح يعني اليأس وصلهم لدرجة النوب هم زي ما بقول حدرتك الجهاز العصبي بيتأثر مع الإجهات بيحصل تضارب في الإشارات اللي بتروح للمخ فتلاقي فيه أخطاء في الباص أخطاء في التفكير اللعيبة ما بيتلاقيش بعض بشكل كويس خلاص هو في الوقت ده بيبقى العقل مشوش فعلا بيبقى خلاص مش مضرك اللي بيحصل صحيح فطبعا مع الإجهات مع أن فيه زي ما قلت حدرتك الجهاز العصب والمصارات العصبية بيحصل تضارب في الإشارات فبيحصل قرار خاطئ مع العيب نزل في وسط الممور الصعبة دي بتبقى صعبة جدا الحقيقة دي حقيقة لأن انت خلاص بيبقى حلم أن انت المطش خلاص بعد ما كان في إيديك وأحلام الملايين دي كلها خلاص على عطيقك فجأة كلها بتروح من إيديك عاوز أقول لحضرتك كأفراد بالنسبة لمنتخبنا لأ عندنا لعيبة كويسة جدا الحقيقة زي ما قلت الحاليك هي بس القصة في إيه في الاحتكاك على مدار الموسم بالنسبة للعيبة فرنسا أو ملعبة مصر الاحتكاك في الدوريات والحاجات دي بيختلف جامد جدا والمواقف اللي بتحصل جوه الملعب هي دي اللي فرقت في الأمطار الأخيرة بالنسبة لمبارات مصر وفرنسا وبنسبة لمبارات أسبانيا وأكيد هم معندهمش تلاحهم مواسم يعني أكيد هم معندهمش الدوري الدوري بيبدأ إمتى وبينتهي إمتى دي نقطة انت حريك هتتوجهيني النقطة مهمة جدا الحقيقة حتيت أننا الدوري بتاع بيبدأ إمتى وبينتهي إمتى دي نقطة مهمة جدا أنا راجل كمدرب بعمل بعمل فترة إعدادي على هذا الكلام إن أنا ببدأ فترة إعدادي عشان عارف الموسم بتاعه يبدأ في الوقت الوقت كذا لازم فترات الراحة دي مهمة جدا ما تقلش أهمية عن فترات المنافسة يعني بالزبط دي نقطة مهمة جدا طبعا هي محتاجة استفادة فلكن خليني نطلع فصل قصير وبعدها نرجعنا لكم مرة أسم كمليين كلبنا مع كابتن إيهاب عبد الرحيم نجموه العبناج الزمالك السبا كنا قبل الفصل بنتكلم على فكرة أنه مقدر شلوم برضو لعيبة من جانب فكرة تلاحهم الموسم يعني كان لسا معنا خبر لي كابتن عبدالواحد السبا أنه كان بيتكلم على مباريات كاس مصر نوع بيتكلم أنه مش رافض اللعب في كاس مصر ولكن هو رافض مواعيد كاس مصر فتعليق حضرتك يا عبدالكلام طبعا تقارب الموشات دي مع طول الموسم بيجيب أثر سلبي وخلي العيبة عرضة لإصابات ومع العيبة برضو نحن كان عندنا إصابات كتير كل الحاجات دي برضو يعني كابتن عبدالواحد السبا مش أتكلم كده منفرار فلازم أنا رعي الكلام ده يعني برضو حتى لو أنا جاءت لفرصة أنه الموسم بتاعي طويل فيه أوقات كده لإما ما عنديش وسط للأسف لإما بضغط مباريات قوي لإما بد الدنيا أرياحية خالص لازم الأمور فيها توازن يعني لازم يبقى حيفر إجامد جدا لما أنا أحدد الدورة هيبدأ إمتى وإنته إمتى بزغط هتختلف جامد جدا واتفق مع اللعيبة قوي طبعا طبعا مع اللعيبة ومع المسابقة وبيضي قوة للاتحاد إنه بيعرف يدير بشكل كويس بيضي قوة للجنة المسابقات إن هي عاملة جدول بشكل كويس وهتبقى المنافسة كمان شكلها غير صحيح وبيبقى كمان بيبقى واقف على مسافة واحدة من كل الأندية خذي بالك النقطة دي برضو نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا ومشي عاوز أتكلم في التفاصيل إذا سمحتيني يعني لو طبعا إن أنا أقف على مسافة واحدة من كل الأندية دي أعتقد هتبقى فيها عدالة وهيظهر بشكل كويس المستوى بتاع الفرق كمان هيعنى أكتر من كده كمان شفت مطش الزمالك وإنبي ازاي الحقيقة أنا حاس إن إذا سمحت بس أنا بس إذا سمحتيلي الجزئية برضو أنا حضرة بزهني حتت بس إن أنا بجرب كتير يعني معنادي الزمالك إن أنا جرب كتير دي لأ يعني لازم بيبقى فيها ريسك شوي معنادي كبير زي نادي الزمالك لأ أنا ممكن بس هو يمكن الجزئية التي تشفع للمدير الفني اللي هو جوميز إنه ممكن على الموسم الجديد عاوز مني هيبقى موجود معاه مين مش موجود معاه ممكن الجانب ده برضو هو ممكن يبقى متنفس دي الحقيقة متنفس لي وضغط المضايات تقارب المطشات تقارب المطشات يعني إحنا حنلعب مطش يوم الخليس وإننا بنلعب مطش مبارح يعني موضوع صعب جدا هروح معاك دلوقتي يا كاتو اللي سؤال حلقتنا النهاردة على مواقع توصل الابتمع ونشوف الجماهير قالت إيه وكام سؤالنا النهاردة تقييمك لمشوار الفراعنة تحت قيادة ميكالي في أولمبياد باريس وتوقعات تقليل موادية المغرب سامح عزة مساء أبيض بلون تي شيرت نادينا وسأل فل عليك أنا وسأل فل عليك يا سامح هارد لك لرجال المنتخب الأولمبي روح عالية ومدرب قدير وروح عالية كنا العرب للفوز سيبنا لعيبة رجالة وإن شاء الله نحقق ميداليا على حساب المغرب لأننا نستاهل بإذن الله عاش الزمالك وجمهور مصر العظيم أحمد عسمط مساء الخير عليك أنا مساء الخير عليك مشوار مشرف وجميعا نشعر بالرضا وكان في فرصة للأبعد ولكن الحمد لله التوفيق لم يكن لصالحنا ونشعر بالرضا جميعا وأنا تمنى نحصل ميدالية برونزية طريق دونجا طيب تعالوا نروح طريق دونجا مساء الخير عليك يا مصر خير عليك يا طريق كلنا شاهدنا أداء مصر المميز تحت قيادة المدرب العبكري ميكالي كان أداء مشرف لنا كمصريين وإن شاء الله توقع فوز منتقب مصر على المغرب اثنين واحد وتحياتي ليكي يا مهة والكل فريق العامل طبعا بشكر حضراتكم دائما أبدا على تواصل معنا كابتن كنت بنوري النهاردة وكنت سعيدة جدا طبعا بكل رؤى حضرتك أنا اللي عاجز على الشكر ودايما من تقدم لتقدم بإن شاء الله بشكر حضرتك جدا على حضرتك معنا الله يحفظك الله يحفظك شاهدينك كده نكون وصلنا للنهاردة حلقيتنا طبعا بشكر حضرتكم على طيب المتابعة شوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم أخوانا